بص هو في حاجتين بالمناسبة كنت عايزة تكلم فيهم حاجة منهم متعلقة بينا في مصر والحاجة التانية طبعا متعلقة بلبنان تعال نبدأ معلش نعايز استأذنكم نبدأ بس بالموضوع بتاع مصر ايه الموضوع بتاع مصر؟ الموضوع تحديدا متعلق به الانتاج الدرامي والبرامجي شوف هل في حد يقدر يقول ان مصر مش هي صاحبة الريادة في الانتاج الدرامي والبرامجي في المنطقة بالكامل؟ لا محدش يقدر يقول ده على الإطلاق طيب هل في فترة من الفترات باعتبار المقولة الشهيرة أو وضعها في الاعتبار لكل جواد كبوة فكنا نعاني من كبوة ما أدت إلى ظهور الصالح مما لا شك فيه والطالح للأسف الشديد الطالح هنا كان في نوعيات برامج ونوعيات تمثليات بالتعبير بتاع زمني وجيلي مسلسلات بالتعبير بتاع اليومين دول ومش عارف ليه بنقول مسلسلات يعني ما لها كلمة تمثليات مهم يعني وبالمناسبة خليك عارف كويس جدا ان طول الوقت كان فيه مصطلح عظيم لا زال رائجا حتى هذه اللحظة الفيلم العربي المسلسل العربي عمرنا ما كنا بنسمع كلمة الفيلم المصري والتمثلية المصري هما اسموهم كده الفيلم العربي مسلسل العربي التمثلية كلمة تمثلية تساوي مسلسل مصري كلمة فيلم عربي يعني فيلم مصري طيب مصر هتفضل طول الوقت هي الأغزر انتاجا والأقوى انتاجا والأكثر تأثيرا طيب فترة الكابوة دي قدت زي ما بقولك لظهور طوالح الأمور طوالح الأمور أي مش أجوادها مش هقولك أوحشها ولا أسوأها ولا أفسدها مش أجوادها طيب هل ده معناه ان مصر ما هياش قادرة انها تعيد مجد انتاج الدراما والبرامج مرة تانية لأرضها ونفسها وشركتها تقدروا نص طب ايه دليلك يا عم يوسف انا هقولك الدليل هو انه مع تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بروافدها المتحدة الانتاج الفني والمتحدة الانتاج السينمي والمتحدة الاخ 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 طيب شركة كبيرة عملاقة فيها مساهمين كطار جدا بالمناسبة وهذا حتى نقطع شك بيقين مساهمين كطار قوي 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 يعني المتحدة مش مملوكة لشخص واحد ولا جهة واحدة احنا بنتكلم على تحالف وتآلف لمجموعة من كبريات الشركات اسسوا مع بعض الكيان عملاق اسمه الشركة المتحدة من وقت ظهور المتحدة حتى هذه اللحظة اظن اصبح واضح وظاهر للعيان انه الانتاج التلفزيوني المصري مش هقولك كان كده كده يا سيني بقى طالع كده بسرعة الساروخ وتوزيع المسلسلات المصرية في انحاء الوطن العربي زاد ومعدلات مشاهدة التمثلية او المسلسل العربي ما بين قصين المصري زاد جدا بل بالعكس اعادت هذه المسلسلات والبرامج لمصر صورتها الحقيقية اللي هي ما بين قصين صورتها الحلوة يعني مثلا لما تيجي تشوف المسلسلات مش هقولك الطالحة مسلسلات اللي ما كانتش بتعبر بحقيقة واقعية عن طبيعة المجتمع المصري وتيجي تقارنها بمسلسلات كتير خلال الكم سنة اللي فاتوا حضرتك نفسك سعيد بيها بل بالعكس بدأت تؤثر فيه طريق تفكيرك وبدأت تعيد صياغة وجدانك وتعود تفكر في مسلسلات تتكلم مثلا عن بيت العيلة اللطيف الظريف الذي يجمع الكل فتبدأ انت تفكر في انه يبقى حلمك الكبير وانت بتكبر في السن ويبقى عندك ستين خمسة وستين سنة ان تمتلك بيت عيلة ولو صغير تعيش فيه انت وامراتك وعيالك واحفادك وما الى ذلك ادي نوع مسلسلات ايضا اصبحت بتعيد اليك كرامة المرأة المصرية لما تيجي تشوف مجموعة من المسلسلات الصغيرة اللي هي مسلسلات الخمسية والسبعية وما الى ذلك واللي بتتكلم على طبيعة وقوة ورفعة ودي حاجة مهمة جدا وعزة وكرامة المرأة المصرية فتاة كانت او اما او جدة وازاي هي قدرة على انها تتحمل الصعاب وتعبر المآسي ثم تتحول الى نموذج رائع الجودة اللي لم يكن ممتازا فيحتزى وتبقى مسلسلات ملهمة للفتيات والسيدات المصريات ده نوع نوع تاني زي المسلسلات اللي انا بحب اساميها دايما المسلسلات الملحمية اللي بتكلمك عن الملاحم والبطولات المصرية الواقعية زي اللي حصل في الاختيار والعائدون وملف سري وا 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 ملف سري؟ لا بتاع سلي فات بتاع احمد عزة كان اسمه اجماعة حد يلحقني بس يفكرني مسألة كلها متعلقة كان اسمه ايه؟ هجمة مرتدة ايوه مسألة ان انا كنت احب وقوة بالمناسبة فتلاقي عندك ثلاث اجزاء من الاختيار وتلاقي عندك هجمة مرتدة وتلاقي عندك العائدون واظن كان فيه كمان السنة اللي فاتت المسلسل بتاع افغانستان كان اسمه القاهرة كابل معلش ما احنا برضو لازم ناخد بالنا ان المزيع 47 سنة وكسور فبرضو الزايمر بدأ يلعب دوره مش اوي يعني زايمر وصيام المهم فلما تيجي تشوف انه النوع ده من المسلسلات هو اللي احنا كنا مثلا مفتقدينه بشدة ده نوع من المسلسلات بيعمل عملية اعادة بناء الوعي اعادة بناء الوعي للصغير وللشاب وللكبير وما الى ذلك يعني اخر مسلسل ملحمي عن البطولات المصرية الحقيقية شفته كان امتى يعني كان رأفة الهجان والحفار وما الى ذلك وكل سنة واحنا طيبين وبعدين فجأة سبحان الله بقدرة قادر بقت المسلسلات كلها بتتكلم على عائلات فاسدة وعلى ناس مجرمة وعلى شوية بلطجية وعلى نمازج سلبية فجأة فجأة ما تعرفش ايه اللي حصل وكانت تبقى اللي بانا اللي الناس بتستخدمها هو ده مش جزء من المجتمع يعني هو المجتمع ما فيهوش غير كده فوش حاجة عيد لخالص المجتمع ده فتكتشف ان المجتمع طول الوقت مليان بالنمازج الجيدة وتكتشف بانه الدراما قادرة على ابراز ذلك ابرزت امتى الدراما ده الحقيقة ابرزته عن طريق الشركة المتحدة وشركائها يعني مش بس المتحدة ومساهميها الكثر اللي بانوا هذا الكيانة العملاق لا وشركاء النجاح من الشركات الاخرى اللي ممكن تكون اصغر في الحجم واللي كبيرة بالمناسبة في التاريخ وما الا ذلك يعني انا اقعد مثلا اشوف مجموعة العدل جروب ويتتعامل معها او تتعاون مع المتحدة ويطلعونها مسلسلات جميلة وهكذا يعني انا مش عاوز بس ايه ابقى بقول شركات او شركات لا لكن انا بضرب لك المثل على سبيل المثال